كيكة الشيكولاتة نضيف سكرة وخميرة الكيكات المقادير في صندوق الوصف نحرك المقادير جيدا نضيف الحليب بتدريج نضيف ونحرك نستمر هكذا في التحريك حتى انتهاء الحليب المهم التدريج في التحريك وسكب الحليب نسكب الخليطة في القالب وندخله الى فرن درجة حرارته 170 درجة نئوية تخبز لمدة 20 دقيقة ونتكد من العود الخشبي يكون نظيفا نخرج الكيك من القالب التزيين على الرغبة من الممكن ان نستخدم الكريمة والشيكولاتة للتغليف هنا سوف نتستخدم الشيكولاتة فقط الطريقة سهلة وغير مكلفة يمكنك استخدامك الكريمة ندهن الشيكولاتة اذا كان لا يوجد لديك البسكويت الشيكولاتة يمكن استخدام بسكويت الشاي العادي واضيف عليه معلقة كاكاو وزيادة في الحليب ايضا ونقطعها ونذوق الكيك خفيفة وحلوة الفكرة في هذا الكيك هي استبدال الدقيقي بدقيق البسكويت بالهنائي والشفاء الكيك الثاني كيك سهل وسريع نخلط بيض والسكر بمدرب ثم نضيف الدقيقة والكاكاو وفانيليا نحرك المقادير جيدا نحرك المقادير جيدا ونحركها حتى تتداخل المقادير مع بعضها البعض نسكب الخليط في القالب ونخبز في فرن لمدة من ربع إلى عشرون دقيقة نتكد من نطجها بعود الخشب الكريمة سوف نتعرف على الطريقة الايطالية نخلط بياض ستة بيضات مع رشة ملح ونخفق بمدرب الكهربائي نضيف السكر إلى الماء المقادير في صندوق الوصف ونضعهم على النار حتى الغليان ونستمر في خفق الكريمة حتى تتكون بعدما ما تغلى نسكبها على الكريمة ونستمر في الخفق نخفق كريمة سائلة المقادير في صندوق الوصف نضيف شكولاتة ونخلط المكونات مع بعضها البعض ثم نضيف كريمة البياض ونخلط المكونات مع بعضها نخلط الكريمة برفق حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض أصبحت الكريمة جاهزة نبدأ في تقطيع الكيك بالفورمة ونبدأ في التزيين الطبقة اليولى نسقيها بماء دافئ محلاتا بسكر الطبقة الثانية الكريمة ثم طبقة الكيكة ثم نزينها بالكريمة في الأخير الكيكة سهلة وسريعة وتنفع للمناسبات الاجتماعية طبعا بدون حليب وكذلك بيكمبودر لان الدقيقة المستخدمة دقيق خاص بالكيكة لكن في حالة استخدامك الدقيق العادي سوف نستخدم البيكمبودر انظر صندوق الوصف نستمر في تزيين الكيكة كما تشاهدين أرجو أن تنال إعجابكم تابعينا لكل جديد نتركك مع طريقة التزيين كيكة سهلة وخفيفة وبمكونات متوفرة في كل بيت أرجو أن تنال إعجابكم ننتظر تعليقاتكم ومشاركتنا تابعينا لكل جديد ولا تبخلي علينا بالدعم القناة بالاشتراك والمشاركة دمتم في حفظ الله ورعايته تابعينا لكل جديد تابعينا لكل جديد ترجمة نانسي قنقر